اشتركوا في القناة ويشمل جميع فروع العلم لجميع مراحل التعليم هيسعدنا النهاردة ان شاء الله يكون معانا مستر وجدي نبيل مدرس اول لغة انجليزية وهيسعدنا بحضوره النهاردة وهيشرح لنا الادفرب of frequency مستر وجدي نبيل ليه تجربة فريدة هو مؤسس الجروب بتاع دروس ببلش على الفيسبوك وعلى اليوتيوب مستر وجدي نبيل بيشتغل في مدرسة ادفانتست هو المسؤول الاول عن اللغة الانجليزية في مدرسة ادفانتست وهو اللي بيقدم تجربة الفريدة لتعليم اللغة الانجليزية بطريقة مبسطة مستر وجدي ان شاء الله هيكون معانا في الفقرة الاولى زي ما اتفقنا هيشرح لنا الادفرب of frequency بطريقة الفريدة اللي هيوصلها للطلبة بابسط الاساليب اللي تضمن تطلع طالب قوي وناجح في مراحل التعليم الاساسية فاصل ان شاء الله وهيكون معانا مستر وجدي عزي المشاهدين زي ما اتفقنا معانا دلوقتي مستر وجدي نبيل نريد أن نحن نهره مستر وجدي شكرا لك مستر محمد لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك نحن 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 نهاية اليوم الانجليزية ليست فقط لتعليم الناس سيكون لكي امسي المشاهدين الذين يحبون العملية بطريقة جيدة ويحبون تطلع الطعام بطريقة جيدة اتمنى ان شاء الله شكرا لك شكرا لك اهلا وسألنا عزي طلبة وطالبات المرحلة الاعدادية خاصة اولى وعدادي وثانية عدادي وثالثة عدادي اتمنى يكون نهاردة ان شاء الله حلقة جميلة في شرح درس من الدروس اللغة الانجليزية وهو Adverbs of Frequency اللي هو ظروف التكرار الدرس ده تحديدا لسنة اولى عدادي unit 2 lesson 2 وبرضو ما يمنعش ان سنة تانية عدادي عندنا في unit 1 lesson 1 جزئية الجرامر وهيبقى برضو في جزء طب قبل ما نبدأ مستر وجدي نتعرف على المدرسة مدرس مستر وجدي نبيل مدرس اول لغة انجليزية مدرسة الادمنتست الخاصة بزيتون طبعا شايفين اللوجو الجميل البانر بتاع مدرسة الادمنتست الخاصة بالزيتون والمدرسة اللي بعتز بيها واعشقها تماما انا بقالي 23 سنة في هذا المكان اه ده الواجهة الواجهة بتاعتي المدرسة اه عندنا طبعا في المدرسة بنهتم بالحفلات اه الدورية زي حفلات عيد الام حفلات رأس السنة وبتكون مقدمها بشكل جميل جدا وبيتم دعوت طبعا الناس كتير جدا من قبل الادارة والزائرين وحتى بعض الوفود الاجانب يشرفونا وزي ما احنا شايفين في السوء هيا كان مرحلة حضرتك المدرسة نعم المدرسة دلوقتي كان مرحلة امرحلة كيجوان من اول كيجوان لغاية التالتة عديدي وانشاء الله الفترة اللي جاية هيبقى في مرحلة من اول ثانوي لثالث سنوي ان شاء الله يعني اللي ان شاء الله هيخشي الثانوي الفترة الجاية هيبقى اول جروب ان شاء الله يتخرج منها بسنوي هيلتحق بينا ان شاء الله في المدرسة بإس dugo وزي ما احنا شايفين في السواء الجميلة دي صورة من صورة حفلات آ 지금까지 الأم كانت موجودة برضو بنعمل حفلات جميلة وبشرفنا الناس جميلة برضو يعني ودي برضو صور التكريمات بعد تكريم أوائل الطلبة بيكونوا المتفوقين من جميع المراحل طبعاً بيبقى تكريمهم بشهادات تقديرية ده طبعاً بيكون بمثابة تشجيع لهم للوصول إلى أفضل مستوى تعليمي طبعاً هنا برضو المدرسة بتقوم بالرحلات المختلف الأماكن في القاهرة وفي أماكن أخرى طبعاً دي بتبقى مثابة حاجة جميلة وحاجة ترفية علشان نخرج الطلاب من مود الدراسة وجو الشحن المذاكرة بتاعهم لجو ترفيهي وده بيكون مرتين في السنة الأستاذة عفيفة بخيط الأستاذة الفاضلة مديرة المدرسة بتاعتنا طبعاً أنا بشكرة جداً وأنا مبسوط جداً أن أنا بشتغل تحت إدارتها أستاذة عفيفة بخيط إبراهيم نبدأ بقى إن شاء الله الفيسة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله عندنا طبعاً ده عنوان الوحدة الموجودة في سنة أولى عدادي يونت 2 لسن 2 إن شاء الله أدوربز ظروف التكرار ظروف إيه؟ التكرار واحد يسألني يا مستر وجدي ظروف التكرار يعني إيه؟ يعني وين هاو أوفين سمثنج هاپنز يعني دلوقتي لما أجي أتكلم عن حاجة مدى تكرارها إيه؟ عدد تكرار الحدث إيه؟ عندي ظروف التكرار بيتمثل برضو في نسبة مقاوية يعني عندي مثلاً لو أنا قلت أولويز أولويز يعني نسبة حدوث الشئ ده مية في المية عندي يوجولي عندي من سبعين from 70 to 80 percent عندي بعد كده أوفين غالباً من from 60 to 70 percent عندي sometimes خمسين في المية 50 percent وبعد كده نيفر لا يحدث إيه إيه إطلاقاً أو نسبة حدوثه آآ قليلة جداً طبعاً واحد يسألني بيقول لي يا مستر واجدي من sometimes لنيفر طبعاً 50 إلى 0 في المية طبعاً عندنا occasionally occasionally من حين إلى الآخر بيبقى بنسبة 30 في المية وعندي seldom قليلاً وعندي rarely نادراً بيكون نسبة 5 في المية نشوف مع بعض آآ طبعا אנחנו فأنا بنتكلم عن ظروف التكرار بنستخدمها في اي زمن بنستخدمها مع زمن المدارع البسيط او للتعبير عن مدى او عدد مرات تكرار فعله ما يعني حاجة انا بعملها اشوف الحاجة دي بعملها قد ايه هل الحاجة دي بشكل متكرر مدى تكراره ايه انا عندي مثلا جملة انا دايما بصحة بدري كلمة اولوز هنا نسبة حدوث او تكرار الشيء ده 100% يعني معنى ذلك انك بتصحى كل يوم بدري يعني السبع تيام كده بتصحى فيهم بدري عندي جزئية تانية اللي ظرف التكرار مكانه فين في الجملة يعني انا دلوقتي ظرف التكرار مكانه فين في الجملة عندي جملتين زي ما بين قدامي في الشاشة هبينلك في فرق طبعا في مكان ظرف التكرار فين عندي جملة الاولى احنا شايفين ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي الفعل الاساسي يا مستر وقد اللي هو يبقى اذا فيه فعل اساسي في الجملة ظرف التكرار بيأتي قبله وليس بعده خلي بالك انا عاوزك تركز في حتة دي جدا عندي جملة التانية طبعا بنستخدم ظرف التكرار قبل الفعل الاساسي او بعد ايه او بعد فرب تو بي عندي جملة التانية طبعا عندي فرب تو بي بيسبق الفعل ايه ظرف ايه التكرار يعني ما نفعش اقول عندي لو هسأل عن ظرف التكرار بستخدم هاو اوفن او هاو ميني طايلز هاو اوفن كم عدد المرات يعني كم مرة بتعمل الحاجة دي طبعا هاو اوفن زي ما احنا شايفين بتساوي هاو ميني طايلز بنستخدمها في البرزن سيمبل الفعل المساعد ايه في البرزن سيمبل عندي دو او داز اللي انا قلت دو او داز لان الفعل قد يختلف عندي هاو ميني طايلز او هاو اوفن دو ايه اذا كان الفعل اي ويو داي اذا كنت بستخدم فعل مساعد داز يبقى اكيد الفعل هيبقى هي او شي او ات بلس انفنيتف اللي هو الفعل في المصدر تمام كده يبقى احنا بنستخدم للسؤال بستخدم هاو ميني طايلز او هاو اوفن تمام كده انا عندي ظروف التكرار اللي قدامي اولوز سمتايمز يوجولي اوفن عندي الجملة الاقلامي كم متوفر تسكن يعني كم عدد المرات اللي انته بتتمشي في المدرسة او بتروح يماشي بمعلاقة صح يعني انا ما بروحش المدرسة ماشي خلاص معنى ذلك انا افهم كده ايه انك انت ساكن بعد عن المدرسة انك انت ساكن قد تكون ساكن اول مدرسة يبقى خلي بالك انا قلت الفعل الاساسي. انا عندي ووك. عندي نيفر ظرف التكرار يأتي قبله. هادي مثال اخر. هاو اوفن داز هي داز هي اه دو هز هومورك ديس اه ان دي ايفننج. يعني كم عدد المرات اللي بيعمل فيها الواجب بالليل. يعني هال الواجبات بتاعته بالليل. هي اولوز داز هيز هومورك ان دي ايفننج. هي هو دايما بيعمل واجباته بالليل. يعني مش هيجي مرة صبح او بعض دور يعمل واجب. لا ده كل يوم بالليل بيعمل الحاجة دي. ظرف التكرار اللي عندي اولوز نسبة الحدوث بتاعته ايه? مية في المية. هاجي اجاوب انا الجزئية التانية ازاي اجاوب على عدد اه مرات حدوث الفعل. باستخدم حاجتين. يا اما استخدم ظرف التكرار. مفيش مشكلة على حسب الاجابة بتاعتي. يا اما عدد المرات نفسها. يعني عندي الجملة اللي قدامي. how often do you go to the club? اه كم عدد المرات اللي انت بتروح فيها النادي. i go to the club مسلا اقولك twice a week. لو انا قلت twice a week يعني مرتين في الاسبوع. or once a week يعني مرة في الاسبوع وكذا. او ممكن اه تستخدم ال adverb of frequency اللي هو ينسبك. how often do you go to the club? ممكن اقولك. i sometimes go to the club. i sometimes go to the club. يعني احيانا اه بروح ايه النادي. طيب ما تيجي نحل كده اه مثال او يعني بعض الامثلة القليلة. هنا طبعا اه مش هيبقى امثلة كثيرة. ولكن مع متابعة القناة على اليوتيوب في امثلة كثيرة على القناة. عندي ايه? choose the correct answer from a b c or d. عندي اختار الاجابة الصحيحة من a b c or d. عندي نوبر وان. علي اوفن سبيس تي في انباد. عندي ال options. عندي watch. a watch. b watches. c watching. d is watching. طيب انا هاختار ازاي يا مستر الواجد الحاجات دي. انا عندي طريقة جميلة ممكن تستخدمها في هذه الجزئية. اللي هي طريقة الاستبعاد. ايه الحاجة اللي انا اه مدرع مستمر مش هقضو. عندي watching. يبقى استبعد c و d. هتحرك في ايه and b. عندي ايه اه واتش. عندي واتش. وعندي بي ايه واتش. طبعا عندي علي. علي اللي هو هي. يبقى باستخدم الفعل في present simple. يبقى مش هستخدم واتش. استخدمي واتش. اللي يقوم لرقم ايه واحد. بعد كده عندي نوبر two. are usually space to school on foot. are usually space to school on foot. عندي come. عندي came. عندي is coming. عندي comes. طيب انا الزرطة تكرار عندي يوجولي. انا عايز الفعل. عايز اشوف الفعل الاساسي ايه. خلي بالك هنا السبجكت اللي هو الفاعل i. عندي هستخدم. طبعا انا با. لو انا مشيت بطريقة الاستبعاد برضو. هستبعد comes. لان هنا i ماينفعش الفاعل بياخد s في الفاعل. عندي is coming. ده طبعا present continuous. مدرع مستمر برضو مش هينفع. هينحصل الاختيار ما بين come and came. طيب خلاص. لازم انت كطالب عارف شاطر ان came هي past simple. يبقى اذا بستخدم ال adverbs of frequency مع ال present simple يبقى usually. ايوه كده. الحل ايه. اه كم. اه كم. معنا اتصال مستر واجدي مدام شايماء. اه لانو سعلم. اه لانو سعلم. اه لانو سعلم بحضرتك مدام شايماء. مدام شايماء. مدام شايماء. مدام شايماء. تمام. نستمر يا مستر واجدي. تمام. اه. 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 كده نمبر two. i usually come to school on foot. عندي جملة نمبر ثري. عندي how space do you get up at 6.30 ام. هنا السؤال ممكن اقول how many? how long? how much? how often? كل كنت بسأل بها اللي هي how often? how often? ما نفعش اقول how many or how long? how much? يبقى الاجابة الصحيحة. how often? عندي سؤال مهم جدا ده بيجي في النوعية في الامتحانات. عندي read and correct the underlined words. يعني اقرأ وصحح الكلمات اللي محتوى تحتها خط. number one. my father travels always by plane. my father travels always by plane. طبعا انا شايف ال two words اللي هو ال underline travels always. خلي بالك انا قلتلك لو في فعلة اساسي ظرف التكرار يأتي قبله. خلي بالك هنا ظرف التكرار بعده. يبقى اذا الاجابة الصحيحة هتبقى ايه? يبقى هنا التبديل. my father always travels by plane. عندي number two. when دو يو ايت فيجتابلز? متى تأكل الفيجتابلز? مفيش مشكلة. دي لغاية دلوقتي مفيش الجملة دي مش مش خاطئة. ولكن الاجابة اللي هي twice a day twice a day يعني مرتين في اليوم بتخليني. مادام شايماء. مادام شايماء. اهلا بيك مادام شايماء. مادام شايماء. اعمل يا حضرتك يا مثل. اهلا وسهلا. ايولا يا حضرتك يوجد اهلا وسهلا. انا سهلا. اهلا وسهلا يا فندي اهلا وسهلا. انت بيك يا مثل. كنتساب a بالطبع و اللي أستغرحي من خاللها بعض البيدة و هي. يعني الحمض الله. مستوعبة من شرح حضرتك سنام. الحمض يا فندم بالتوفيق ان شاء الله دايما دايما. ان شاء الله. يبا تسمر م chickensة لاني لسا عنجد سنة ستى و أتمنى ان هي تكمل مع على قناة اليوتيوب حضرتك مناج إعدادي وابتدائي وفيه جزء من سنة وبرضو إن شاء الله تابعينا على القناة تلاقي فيه كل حاجة حضرتك عاوزيها حضرتك يعني كالا بتوصل المعلومة لمصالب يا فندم شكرا جزيلا شكرا مادام شايماء متشاكلين لحضرتك وتابعينا دايما في برنامجنا مع مستر وجدي متفاضل حضرتك تمام هنا عندما تحضر لحضرتك؟ عاوز عندي تويس داي بتخليني بتكبرني إن أنا أستخدم الكوستشن وورد إيه اللي هو كم عدد المرات علشان وجود تويس داي يبقى هنا هاو أوفن يبقى البديل خلي بالك قد يكون كلمة أو اثنين يعني مش وين يبقى لازم أستبدلها بكلمة واحدة لأ يبقى هنا هاو أوفن تمام كده؟ نمبر ثري I often listens to music I often listens to music خلي بالك أنا عاوزك تقرى صح وتقرى بتركيز هنا شايف لسنز لسنز يستمع لسنز تو ميزيك يستمع إلى الموسيقى بس خلي بالك أنا بقول I I often listens يبقى ما نفعش بقى الصبجكت I وبعد كده أوفن الأدفرز الأدفر بفريقونسي يبقى لسنز لا ما تنفعش لازم إذا كان الفعل I we you they يكون الفعل في صيغتي الأولى اللي هي إيه listen تمام كده؟ عندي جملة تانية نمبر فور How often do عمر play tennis How often do عمر play tennis خلي بالك الجملة هنا فيها خطأ خلي بالك إزاي يستخدم دو مع عمر عمر دا كأنه he يبقى إذا كان الفاعل عند he أو شيء أو إيه يبقى الهلبنج فورب لازم يكون does وعلشين بستخدم البريزن سيمبل يبقى how often does عمر play tennis طب يا مستر ناخد اتصال من محمد معانا أهلا بك يا محمد أهلا بك يا محمد أهلا بك يا محمد أهلا يا محمد محمد توطي التلفزيون شوية وطي التلفزيون من عندك أهلا يا محمد الأستاذ محمد فصل ناخد الأستاذة ياسمين أهلا إذا حركة أستاذة ياسمين أستاذة ياسمين فصلت نكمل نكمل مستر وجدي تمام عندي هنا في جزئية الملاحظات اللغوية عندي حاجات مهمة أو يتقابلني عندي أنا لما بشوفها في جملة معينة في جملة كثيرة لها معاني مختلفة كثيرة هنا عندي جملة مختلفة لما أقول هنا معانيها يدرس عندي مثلا حصتين إنجليش النهاردة يبقى هنا بمعنى يدرس عندي هنا بمعنى يتناول على حسب الحاجة اللي يتيجي بعدها يبقى هنا برضو معاني مختلف عندي number 3 مستر محمد has a new car مستر محمد هاز a new car هنا has means owns owns يعني يمتلك يعني مستر محمد عنده سيارة جديدة أو لدي سيارة جديدة عندي number 4 I have a busy day today I have a busy day today يعني اليوم النهاردة مليء بالعمل أو مشحون بالعمل عندي هنا جزئية برضو مهمة جدا عندي number two a long and a long طبعا خلي بالك فيه space between a and long هنا الlong ال a long عندنا دي صفة صفة بمعنى طويل ولكن along اللي هي a-l-o-n-g على طول كده دي بتبقى adverb يعني بطول أو بامتداد عندي examples engineers are building a long bridge يعني المهندسين بيبنوا كبري طويل خلي بالك فيه space between a and long في الجملة الأولى الجملة الثانية I like walking along the river I like walking along the river يعني أنا بحب أمشي عبر l-n-r طبعا along بتيجي مع الأفعال زي walk and a and run تمام كده عندي جزئية تانية مهمة برضو it's time for it's time for حان الوقت an حان الوقت إن أنا أعمل حاجة معينة بيجي بعدها يا إما noun يا إما gerund تسألني يعني إيه gerund أقول لك الverb plus ng it's time for lunch it's time for lunch يا حانا وقت الغداء إنه وقت الغداء عندي بعد كده الجملة التانية it's time for having lunch خلي بالك الجزئتين صح الجزئية الأولى it's time for lunch يجي بعدها نون it's time for having lunch for جي بعدها جيرند عندي بعد كده جزئية مهمة جدا good at good at يعني كويس فيه أو جيد فيه أقول مونة is good at chess good at chess good at ممكن يجي بعدها noun or gerund برضو نفس الكلام مونة is good at chess أنا آسف مستر وجدي معنا تصال أستاذ علياء أهلا بحركوا أستاذ علياء أهلا بحركوا أستاذ علياء أنا عايزة أن تشرح الوحدة كاملة إمتا الدرس كل الوحدة كاملة الوحدة كاملة موجودة على قناة اليوتيوب لو رجعت القناة هتلاقيها كاملة الوحدة بتتشرح في ثري فيديوز مشوكرا أستاذ علياء مشاكلين تصال حضرتك تفضل أستاذ وجدي تمام نكمل عندي good at زي ما اتفعنا طبعا عكسها بدقات مونة is good at chess يعني مونة كويسة في لعبة في لعبة شوت رنج عندي رانيا is good at playing tennis رانيا is good at playing tennis يعني رانيا كويسة في لعب التنس طبعا جودة يتجي بعدها جيرند تمام كده نأخذ حاجة سريعة برضو أخيرة عندي buy يعني ده طبعا بنستخدمها مع means of transport وسائل المواصلات عندي خلي بالك باي يأتي وبعدها وسيلة المواصلات مباشرة عندي حاجة تانية عن اذا استخدمت عن بيبقى بينهما فاصل قد يكون الفاصل ا ان ذا او ما انا ممكن اقول الجملة دي بشكل آخر اقول ماري باي تاكسي باي تاكسي باي تاكسي باي تاكسي عندي جملة تانية عالي باي تاكسي عندي جملة تانية عالية يبقى هنا في فاصل خليبك لما بستخدم بيبقى في فاصل بين الان والمينز او ناخد الاستاذة ياسمين معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام كنت اعرف من حضرتك موعد سنة 3 عداج على القناة يعني هنا في البرنامج ولا فين على اليوتيوب على اليوتيوب على اليوتيوب لا هو اليوتيوب يعني مش ملهوش معيد معينة لكن حضرك لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي قناة دروس بلاش عليها منهج اول عدادي كاملا منهج تاني عدادي كاملا الا واحدة واحدة وبعد كده منهج تالت عدادي كاملا الا واحدة الاخيرة وشابتر 3 في والرابط موجود حضرك لو دخلت وكتبت دروس بلاش على اليوتيوب شكرا أستاذ اسمين نكمل يا مستر وردي نكمل آخر حاج عندي طبعا هنا برضو يعني نحن نفس المعنى شكرا أستاذ شكرا أستطيع أن نكون معك لك شكرا أستطيع أن نكون لك شكرا أستطيع أن نتعلم بلاشتنا اليوم شكرا ونحن نتوقع أن تتبع لنا كل الموقع إن شكرا لأنه سيكون مجددا جداً جداً لأجلاء بالطبع، نعمل جميعاً للمشاهدة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم سنوية العامة في كل مكان في الوطن العربي رجعت لكم مرة تانية سنوية العامة سنوية العامة سنبدأ معكم كورس الفيزياء واخترت لكم النهاردة مسائل من امتحان السنة اللي فاتت هدف النهاردة ان المسألة يدود تحط عينك عليها تحله يعني انا مش عايزك تخش تاخد بروسيديورز كتير تبدأ المسألة تاخد منك وقت طويل المسألة ما تاخدش منك بإذن الله اكتر من عشر سوان وهنتعلم النهاردة ازاي مجرد ان انا شوف المسألة بعنية احل المسألة يلا نبدأ مع بعض الكورس بتاعنا الفيزيكس تامن دي المحاضرة التانية او الجزء فيها هنتكلم على مسائل من امتحان العام الماضي هنركز على قانون قوم وتوصيل المقاومات وبعد كده هتكلم على قانون بقاء الطاقة وهطبق القانون ده على التوصيل على التوازي وهطبقه بالتوصيل على التوالي وهراجع الجهد الكهرابي وهديك مسائل على الجهد الكهرابي وهستنتج قانون مهمة اوي هلاقيه في الشابترز اللي بعد كده اللي هو قانون الطاقة الكهربية والقدرة الكهربية هستنتجه من تعريف الجهد الكهرابي وبعد كده هراجع فرق الجهد وهدي مسال على فرق الجهد الكلام ده التارجيت بتاعي الهدف بتاعي ان الحاجات دي كلها اعملها بسرعة وبضق يعني حاجات كتيرة هدفنا في البرنامج ان مجرد عناية ما تشوف المسألة او تشوف القانون اقدر اوصل لطريقة ان عناية بس شافت المسألة خلاص انا حلتها هنبدأ اول مسألة المسألة دي جات السنة اللي فاتت بيقولي في تجربة عشان حقق قانون قوم استخدمت سلكين من النحاس سلكين من النحاس اول ما قال لي سلكين من النحاس يعني المقاومة النوعية والتوصلية الكهربية بتاعتهم لان دي حاجة خاصة بكل مادة على طول اعرف ان الاثنين ليهم نفس المقاومة النوعية والتوصلية الكهربية ليهم نفس الطول يبقى قال لي اول حاجة ليهم نفس الطول وبعد كده النتائج اللي طلعت عندي طلع عندي خطين السلك ايه اللي هو فوق اللي هو ليه ميل اكبر والسلك B اللي هو تحت اللي هو ليه ميل أقل أول معلومة أقدر أعرفها على طول من غير ماتعب نفسي السلك اللي ليه ميل أكبر اللي هو السلك A زي هو ما واضح عندي على طول مقاومته أكبر طيب لو أنا طلخبط مش السلك A لنفس الطيار ليه جهد أكبر من السلك B يبقى على طول مقاومته أكبر على طول ميله أكبر على طول مقاومته أكبر يبقى أنا عرفت أن السلك A مقاومته أكبر من السلك B طيب المعلومة دي لما قالي السلك A أكبر مقاومة من السلك B هما الاتنين لهم نفس الطول يبقى أنا عارف أن السلك B مساحة المقطع بتاعته أكبر من السلك A يعني أنا عندي طريقين الطريق الأوسع دي مقاومة أقل لأنه هو هيعدي لي عدد عربيات أكبر يبقى بالتالي السلك B مساحة مقطعه أكبر من السلك A طيب لو قالي الطولين الطولين هو مديني معطى أنه هما طيب هشوف الاختيارات هيقولي أول حاجة السلك A أكثر سمكا من السلك B طبعا لا لأن طالما السلك A أكبر مقاومة لأن ميله أكبر يبقى السلك B هو الأكبر سمكا من السلك A طيب هاخطوا الاختيار Gيم قبل ما أخش الاختيار B مقاومة السلك B أكبر من مقاومة السلك A طبعا لا لأن الميل بتاع السلك A أكبر يبقى أنا عارف طيب المقاومة النوعية لكل سلك مختلفة طبعا لا لأن السلكين من النحاس يبقى بالتالي الإجابة بتاعتي المفروض تكون إيه السلك B لمقاومة دي مساحة مقطع أكبر من السلك A نكبرها كده تماما يبقى السلك B على طول أكثر سمكا من السلك A المفروض ما تاخدش معايا أكثر من ثلاث لخمس سواني المسألة اللي بعد كده بيقول لي عندي مقاومتين متماثلتين يعني المقاومتين دي برضو المسألة دي جات في امتحان السنة اللي فات عندي مقاومتين متماثلتين يعني كل مقاومة قيمتها كل مقاومة قيمتها كان 12 قوم حلوة قوي عملت إيه في المقاومتين تم توصيلهم على التوالي على طول المقاومة المكافأة للتوصيل على التوالي 12 زائد 12 24 قوم على طول وأنا مغمض مش محتاجة أي حاجة ومره على التوازي لما وصلت مقاومتها على التوازي على طول المقاومة المكافأة قيمت المقاومة على 2 يعني التوصيل على التوالي هيخليهم لـ 24 قوم التوصيل على التوازي هيخليها لـ 12 على الـ 2 اللي هو 6 قوم طيب إيه السؤال بتاعك؟ أوجد نسبة الطيار في الحالتين على الترتيب يعني أنا هقسم الطيار في التوصيل على التوالي على الطيار في التوصيل على التوازي أول معلومة أحب أعرفها الطيار في التوازي أعلى ولا الطيار في التوالي؟ ها؟ أكيد الطيار في التوازي أعلى ليه؟ لأن أنا أقللت المقاومة فطبيعي يكون الطيار أعلى طيب هاجي أعمل إيه؟ الطيار في الحالة الأولانية الجهت على المقاومة يعني V على 24 أهو بقول إيه أول حاجة جبت قومة المقاومة في التوصيل على التوالي طلعت 24 أوم في التوصيل على التوازي طلعت 6 أوم طيب هجيب النسبة بتاعتهم I-Series على I-Parallel الطيار في حالة التواصيل على التوازي في الحالة الأولانية الجهد على المقاومة الجهد بتاعة V على 24 طيب على الطيار في التواصيل على التوازي الطيار في التوصيل على التوازي ال V على 6 هيطلع لي الكلام ده بكام V على 24 على V على 6 يعني كوني بقول V على 24 V 6 على V ال V هتروح مع ال V يبقى عندي 6 على 24 6 على 24 اللي هي بواحد على 4 طيب لو انا اطلع بط طلعتها 4 على 1 اكون مركز مش التوصيل على التوازي بيديني طيار اكبر يبقى لازم النسبة ما بينهم تكون اقل من الواحد لان الكبير تحت فطالما الكبير تحت تبقى واحد على حاجة كبيرة يبقى قيمته اقل من الواحد اللي هي واحد على 4 على طول مسألة زي كده برضو المفروض ما تاخدش مني اكتر من 10 ثواني في الامتحان ممكن يديك فيها في حدود من 3 ل 5 دقايق لو انا مركز بمجرد النظر مش هتاخد مني وقت خالص المسألة دي جات برضو السنة اللي فاتت بيقولي تتكون دايرة كهربية من عمود كهرابي مهمة المقاومة الداخلية و3 مصابيح المصبح الاولاني اللي هو عالشمال خالص اسمه L لو انا شايف عالشمال خالص اهو المصبح بتاعي دا اسمه L اهو تمام والمصبح التاني اسمه M والمصبح التالت اسمه P اللي حصل يا جماعة ان المصبح P دا الفتيلة بتاعته اتحرقت يعني ايه الفتيلة بتاعته اتحرقت يعني المصبح نفسه بقى الجزء دا انا لغته متدايرة يا جي ريت نرجع للدايرة الجزء ده أنا لغيته متدايرة يعني إيه يا شباب الكلام ده عندي هم طريقين طريق اللي هو M وطريق اللي هو P الاتنين دولة متوصلين على التوازي كأنني بقول إيه أنا عايز أروح للمطار عن طريقين طريق جوزيف تيتو وطريق صلاح سالم نكامل المسألة بعد الفاصل أعزائي المشاهدين أعلم بكم مرة تانية نرجع للمسألة بتاعتنا لأن المسألة دي أنا نزلتها على الجروب ولقيت ناس كتيرة تلخبطوا فيها ناخد عبدالله مع أنا عبدالله أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازعاد لك أمي السلام عليكم اتفضل اتفضل يا عبدالله اتفضل يا عبدالله ايوة اتفضل أنا معاك طيب شكرا يا عبدالله نكمل المسألة بتاعتنا شباب نركز قوي في المسألة دي لأنها جاءت السنة اللي فاتت وفي لخبطة كتير حصل فيها فاركز قوي فيها طيب أنا بقول إنه والله المصباح بي ده حصل له ايه؟ اتحرق اتحرق يعني ايه؟ يعني الطريق ده كله كده على بعضه ما بقاش موجود يعني ما فيش طيار يقدر يعدي بين المقاومة اللي هي بي طيب تعالا نحسبها بطريقة شوية براكتيكال ونرجع للمسألة أنا بقول لك والله أنا هوصل للمطار عن طريقين؟ طريق صلاح سالم وطريق جوزيف تيتو أنا قفلت طريق جوزيف تيتو يعني لما قفلت طريق جوزيف تيتو يعني عدد العربيات اللي هيقدر يعد في طريق صلاح سالم بس لوحده هيزيد ولا هيقل؟ أكيد هيقل لأن أنا كان عندي طريقين خليتهم طريق واحد معنى كده المقاومة زادت ولا قلت؟ معنى كده المقاومة زادت طيب لما أجي أركز في المسألة مرة تانية أنا هنا حاطت فولتاميتر الفولتاميتر الطرفين بتاعته على المقاومة اللي هي إيه؟ أو المصباح اللي هو إيه؟ اللي هو إل يعني أنا الهدف من الفولتاميتر يقيس فرق الجهد على المصباح اللي هو إل حلوة قوي طيب فرق الجهد على المصباح اللي هو إل عبارة عن إيه؟ عبارة عن شدة الطيار اللي هتمر في الدائرة في مقاومة المصباح إل طيب أنا قبل ما يتحرق المصباح بي أو بعد ما يتحرق المصباح بي مقاومة المصباح إل ما تغيرتش هي عبارة عن آر طيب السؤال المهم فرق الجهد قلنا هيساوي شدة الطيار في مقاومة المصباح إل بعد إذنك أستاذ سيد بس نشيل للتواصل مع الفريق عشان نقدر نوضح المعادلة زي ما أنا شايفة هو V اللي هي فرق الجهد هيساوي ال-I شدة الطيار اللي مرة في الدايرة في مقاومة مقاومة ايه؟ مقاومة المصباح L اللي هي R R بالنسبة للمصباح L حلوة قوي طيب شدة الطيار لما أنا شلت المقاومة دي لما شلت الطريق ده هيحصل إيه؟ شدة الطيار عدد العربيات اللي مرين في الطريق هيحصل لهم إيه؟ هي إيه؟ زي ما أنا شايف يبقى أنا كتب تقل إيه اللي هي شدة الطيار طيب بالنسبة لل-R اللي هي مقاومة المصباح L هيحصل لها إيه؟ هيحصل لها دي سابتة لذلك حاصل ضرب إيه اللي هي قلت في المقاومة اللي هي سابتة وبالتالي فرق الجهد اللي هو قراءة الفلتاميتر على المقاومة L اللي هو المصباح L هيحصل لها هي كمان إيه؟ هتقل ناس كتير بتتلغبط يا شباب لما آج يا إيه سفرق الجهد أبقى مركز أنا بقيس فرق الجهد فين؟ فرق الجهد ناس كتير قالت القراءة لا تتغير القراءة لا تتغير لأنا بقيس فرق الجهد على البطارية فرق الجهد على البطارية دايما سابت لكن في الفلتاميتر هنا أنا موصل طرفينه ما بين طرفين المقاومة اللي هي L اللي هو المصباح L طيب فرق الجهد على المقاومة اللي هي L المصباح اللي هو L عبارة عن إيه؟ عن شدة الطيار اللي مر في الدائرة كلها في مقاومة المصباح L طيب شدة الطيار المر في الدايرة كلها لما أنا شلت مقاومة ومثلتها لك كإني شلت طريق من الطرق اللي موصلة للمطار فبالتالي عدد العربيات اللي مر في الطريق للمطار هي L يبقى شدة الطيار قلت يبقى شدة الطيار اللي مر في المقاومة L قلت يبقى بالتالي حاصل ضرب ال-I في المقاومة اللي هي L اللي هي R مقاومة R اللي هي بتاعة المصبح L هيحصلها كلها هتقل فبالتالي يقل فرق الجهد طبيعي المسألة زي كده ما تاخدش معايا وقت بس أركز فيها وأبقى عارف أنا موصل الفولتاميتر فين والفولتاميتر هيئيس إيه هبدأ دي الثلاث مسألة الرئيسيين اللي جمب السنة اللي فاتت وبمجرد النظر أنت تقدر تحلوهم أنت مش محتاج تتلخبط فيهم هبدأ بعد كده هتكلم على قانون بقاء الطاقة بصوا يا شباب أي طاقة في الدنيا البطارية عندي دي مصدر للطاقة يعني أنا ببزل طاقة عشان أحرك الشحنات فبالتالي الطاقة دي هتلف دايرتها وهيحصل لها إيه لازم تفقد في المقاومة هجي أبص كده هجي أبص معايا هصل إيه الطاقة بتاعتنا حطي طاقة وضع هتتحول طاقة الوضع لطاقة حركة اللي هي حركة الإلكترونات هيتم استهلاك الطاقة دي على هيئة حرارة لما تيجي تعدي في المقاومة يبقى الطاقة بتاعتي لا تفنى ولا تستحدث من العدم الطاقة اللي أنا ديتها للشحنة في المصدر تم استنفذها وتم استهلاكها في المقاومة زي ما أنا شايف طيب أنا عايز قانون الطاقة دا إن الطاقة لا تنفذ ولا تستحدث من العدم في التوصيل على التوازي لما أنا بقول في التوصيل على التوازي بقول فرق الجهد هنا وفرق الجهد هنا وفرق الجهد هنا واحد هل معنى كده أن أنا ضعفت الطاقة؟ يعني أنا ادي الطاقة 5 فولت 5 فولت فضلت هي 5 فولت على المقاومة دي وعلى المقاومة دي وعلى المقاومة دي هل معنى كده أن أنا ضعفت الطاقة 3 مرات؟ طبعاً الكلام ده مش منطقي ومش لوجيك طيب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل فعلاً أن هي في الثلاث مقاومات اللي متوصلين على التوازي هي 5 فولت اللي واخد الطاقة دي أقل يعني الخامسة فولت بدل ما يتوزعه لواحد كولوم يعني أنا نفترض أن أنا حركت هنا واحد كولوم في الدائرة الواحد كولوم اتقسمت هنا لتلت كولوم تلت كولوم تلت كولوم يبقى أنا فضلت عندي مجموعة تلاتة طاقة مش أنا عندي الطاقة هي عبارة عن QV يبقى QV يبقى QV1 هي يبقى VQ اللي هي بتاعت الدائرة الأساسية هتساوي VQ1 زي VQ2 زي VQ3 مع أن فرق الجهد سابت بس الشحنة تقسمت يبقى الطاقة نفسها تقسمت يبقى هنا الطاقة اللي أنا حطتها من المصدر تم استهلاكها في الثلاث مقاومات في الثلاث مقاومات فرق الجهد سابت لكن الشحنة اللي أنا ادتها لكل مقاومة متغيرة يبقى مجموعة الطاقة اللي أنا بزلتها أو مجموعة الشغل الإجمالي التوتل بتاع الشغل اللي أنا بزلته في المصدر تم استهلاكه في الثلاث مقاومات طيب هتطبق نفس الكلام في التوصيل على التوالي في التوصيل على التوالي فرق الجهد هو اللي بيتقسم الشحنة أو شدة الطيار اللي هي مرة في الثلاث مقاومات هي شحنة واحدة أو شدة الطيار واحدة يبقى أنا هنا يا شباب عندي بعضو نفس الكلام ال VVQ التوتل هتساوي V1 في Q زائد V2 في Q زائد V3 في Q يبقى ال V نفسها هتساوي ال V1 زائد ال V2 زائد ال V3 يبقى أنا سبت ال Q سبتة لكن أنا قسمت فرق الجهد يبقى في النهاية التوتل بتاعة الطاقة اللي أنا بزلته في المصدر تم استهلاكه في الثلاث مقاومات يبقى ركز قوي دي فكرة جديدة الطاقة بتاعتي في التوصيل على التوازي فرق الجهد واحد لكن الشحنة تقسمت يبقى مجموع الطاقة أو إجمال الطاقة اللي أنا بزلته في المصدر استهلكته في الثلاث مقاومات اللي هي متوصلة على التوازي في التوصيل على التوالي العكس التوصيل على التوالي أنا خليت الشحنة هي واحدة في الثلاث مقاومات اللي وصلين على التوالي لكن قسمت فرق الجهد يبقى في الآخر برضو مجموعة طاقة اللي أنا ديته في المصدر هو اللي تم استهلاكه في المقاومات كلها طيب حلوة قوي هتكلم دلوقتي على الجهد الكهرابي هعيد تعريفه مرة تانية أنا بقول الشغل الكل المبزول عشان الوحدة الشحنات خلال الدائرة خارج ودخل المصدر ووحدتها الفولت اللي هو جول على الكولوم وهاجي أشوف منظرها بالطريقة دي لازم أعمل دايرة كاملة متكاملة سابتة معلش نشيل المستر ساي الجهد الكهرابي زي ما شايفه هصلته على الإلكترون الإلكترون هيبدأ يتحرك هيبدأ يزوء الإلكترون اللي قدامه يتحول مكان الإلكترون الشحنة المجابة زي ما احنا تكلمنا قبل كده وبعد كده الشحنة السليبة تبدأ تاخد لفة كاملة في الدايرة وتبدأ ترجع للإلكترون نفسه أركز أو يا شباب في أي دايرة كهربية عشان دي مسائل أحيان كتيرا وبتلخبط لازم أبدأ بالسرس أبدأ بالبطارية وانتهي بنفس البطارية لو لقيت نفسي مش منتهي بنفس البطارية أو بنفس المصدر يبقى أنا كده الدايرة بتاعت دي مش هتقدر تنقل طيار أركز أو في الكلام دا تمام معانا دقيقة ان شاء الله هسيب لكم مسألة وهنحلها هتحلوها ان شاء الله بإذن الله هاختر لكم مسألة من المسائل وان شاء الله بعد كده هنبدأ ان احنا الحلقة الجاية ان شاء الله نتكلم في حلها نرجع مستر سيد تمام هنا يا شباب نرجع معلش مستر سيد نرجع تمام طيب أنا هنا بعرف فرق الجهد من نقطة طي هيقول لي إيه احسن احنا معانا ديقة بالضبط بعد إذنكم حلوا المسألة دي عشان ان شاء الله هنشوف حلها مع بعض المرة الجاي بيقول لي احسب شدة طيار في الدائرة اللي هتعمل ايه هضيف بطارية أخرى لجعل شدة الطيار في الدائرة تسوي صفر تمام هعكس نفس اتجاه البطارية ده اكتبوا المسألة دي معاي أنا عايز أضيف هنا بطارية تخليلي شدة الطيار في الدائرة دي صفر وبعد كده اعكس لي اتجاه البطارية اللي انت ضفتها دي واحسب لي شدة الطيار اصور المسألة دي وحاول تحله معلش يا مستر سيد بس نديهم وقت يصوروها صور المسألة دي ونبدأ نحله متشكر قول وقتكم النهاردة واتمنى تكونوا استفدتوا من مسائل الامتحانات بالذات وانك ازاي تقدر مجرد النظر لها تحله ومتشكر قول وقتكم ويستمروا معانا ودايما في الجديد ان شاء الله في بنامك التكنولوجي شكرا موسيقى موسيقى